يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله الموضوع اللي وعدتكم به البارحة راح نبدي به اليوم اللي هو يعني الضغط التجويف البقر المساعد فخلي نبدي بالدرس مالتنا الدرس صغير نحاول نختصر موضوعه لانه فت شيء بسيط يعني بس قدر الامكان خليكم يعني اه شوية يعني مركزين وياي حتى ما تفوت كنفد معلومة نحن بس خليني نطرق للمواضيع اللي حتيناها والمواضيع المتبقية من هذا الموضوع الخاص بالانيولار بروفينتر خلصنا الفونكشن اند بروبرتيز اوف انيولار بروفينتر وخلصنا الباكينج المنت اللي هو هذي ذا هتذكروا وخلصنا الهو داز انيولار بروفينتر وورك شون تشتغل البارحة نزلت الفيديو اليوم راح نشتغل عليش على الويل بور بروشور اسيستينت زين بقان الانيولار بروفينتر و اه اللي هو الكلوزنج بروشور اذا الله سهل باتر او عقبه حسب يعني وقت الفراغ اللي احصله الهو انيولار بروفينتر فيلز يعني شون شونو يعني شون تفشل اكل الفشل اللي يصير بيها انواع الانيولار بروفينتر اللي هي اليوم اكو حصة لهذا الموضوع ان شاء الله والام اس بي ايضا والجي ال والشفر واكو موضوع اللي هو المقارنة بين الهايدريل والشفر والكاميرون الخاص بالباكر يونت وانيولار بروفينتر كلوزنج تايم ووقتي هذه المواضيع اه يعني المتبقية عندنا موضوعنا اليوم اللي هو الويل بور بروشور اسيستانت زي هاي الرسمة موجودة في كتاب الدكتور حسين ربيعة انا يعني حاولت شوية يعني اغير عليها بس هي الصورة موهيش الصورة تختلف يعني الوانها وشغلها يعني يختلف بس انا حاولت شوية يعني اخليها فتش يعني اضيف لمسة اليه المهم ال هذا البستن اللي هو هذا نفسه زيان اه الضغط البقر هس احنا عدنا هذا الضغط منه هذا الكلوزنج ايريا وهذا الاوبنينج ايريا وهذا يعني يسمونه الاوبنينج تشامبر والكلوزنج تشامبر من تضغط هنا بالهايدروليك راح ينزلك شنو ينزلك البستن مثل ما البرح حتيني فيش ينزل وياه ينزل وياه هذا يعني الانضغاطية تنتهي بعد يرجع هذا لطبيعته لان هذا المقطع كله راح ينزل لي جوه فهذا راح يرجع الى طبيعته نزيل اكو فتش مساعد اللي هو يساعد بيمن يساعد البستن على الانضغاطية مو فقط الهايدروليك هذا الهايدروليك الداخلي الهنانة ويدفع للبستن للاعلى لي باليعني انتقال الضغوط الانضغاطية الى الباكينج ايليمنت اه وتمدده بشكل جانبي لا اكفت ضغط اضافي من البئر اليوم راح نحكي عليه يجيني من داخل الانيولاس يعني من تجويف البئر يضغط للبستن من هذا المكان من هذا المقطع راح يرفع يزيد يعني القوة عليش يعني كل ما يكون ضغط البئر اعلى كل ما البستن يحافظ على مكان بعد حتى الهايدروليك يعني اه هاي المكان هذا ضغط الكلوزنج ايريا تحس انه مرتاح يعني ما يحتاج اضغط بزيادة بالعكس اكو مساعد الي من هو ضغط البئر بس يا ترى هذا الضغط البئر يشتغل عليك الانواع الانيولار بروفينتر راح نعرفه فحبيت يعني اوضح هاي الصورة قدامكم حتى راح اللي انا راح تشوفوها بشكل صغير يعني هاي شوفو انا غليتها هنانة حتى خاف نحتاجها وهاي هنانة الفيديو اللي شون يعني اه هاي شون يعني اه يعني بعض الانواع مصنعة زيان اه بهذا الشكل خلين نقول عليه بعض الانواع من الانيولار مصنعة انه شنو انه ضغط البئر يساعدها في غلق منوة يساعدها بابقاء بابقاء الغلق على او اي انبوب موجود من يكون هو الضغط البئر اه يعني البئر تحت يعني تحت الضغط المين جاينا طبعا جاينا من الفورميشن اكيد مو مثل ما انت عندك غالق وعندك الهايدروستاتيك بروشر الهايدروستاتيك بروشر بعد التمسيطر بس اذا اجدتك رفسة رفسة البئر الكيك اش راح تسبب راح تسبب ضغط الضغط وين راح تضغطه اذا هذا الديزاين راح تضغط على هذه الاريا هذه زيان تسبب يعني اندفاعها كاندفاع اضافية المن لهايدرولك اللي يدفع للبستن للاعلى حتى ينطيني غلق تام وسيلينج حول الاراوند بايب زين the force generated by شون تتولد القوة the well power pressure acting on the exposed surface of the the piston provide the piston provide assistance كمساعد to the force produced by pressure in the closing chamber يعني راح يساعد لك من هو راح يساعد لك الضغط اللي غالق ليه من هو غالق ليه البستن يعني بالاضافة للغلق مالتي من الكومي انا عندي ضغط اضافي يساعد نميا من تجويف البئر جايني in the closing chamber to close the annular and keep it closed while the well is under pressure ورح يبقى شنوه مغلق بحيث انه انت شنوه من يكون البير مالتيك يعني بي كيك يعني اكو ضغط من دفع يريد يطلع المن الى خارج تجويف البئر للسطح زين keep it closed while the well is under pressure يعني انت راح تظل غالق من يكون انت شنوه يعني بالاضافة للضغط هذا اللي ينطيك يا انت لازم شنوه مستمر بغلق منه بغلق الانيولار حتى تحافظ على السيلينج زين اللي يمسوي داير ما داير الانبوق زين نقطة الثالثة with this type يعني المانعات الحلقية من هذا النوع of design are described as being well power pressure assisted يعني تعتبر هذه الانواع انه هي بيها ضغط مساعد من تجويف البئر توصف بهذا الوصف يعني ضغط البئر المساعد هذا يعني هذا وصفها بالاضافة الى ضغط الغلق اللي من الكومي لا بيها ضغط اضافي من تجويف البئر في حال صارت كيك عندك الكيك راح تساعدك شنوه بزيادة الغلق على يمن على الانبوب وتسوي الكسيمونج وتمنع الرفسة من الخروج الى خارج من هو خارج البئر هذا بالضغط الاعتيادي لكن انا ما حصلت فيديو صراحة يوصف لي هاي الحالة بس حاولت اشرحها اوصلكم اياها قدر الامكان زين هاي الانواع من اياه اكزامبلز of well power pressure assisted annulars ار من اياه هاي اكو امثلة عليها اللي هي هايدرال جيك ابتوخ مستعش الف بي اس اي هذا نوع من الانواع اللي تسمح بدخول طين الحفر او خلي نقول تسمح طبعا هي رفسة اللي جايتني من داخل البئر لمساعدة البستن على غلق استمرار الغلق عليش على الاليمنت وبالتالي على يغلق عليه منه على الانبوب النوع الثاني ايضا من شركة هايدرال هايدرال ميت مرة قلناه هايدرال هي شركة مصنعة وليست نوع من انواع المانع الحلقي يعني لا هي بايبرام ولا هي 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 شركة مصنعة تصنع تصنع بايبرام تصنع انيولار بريفينتر هي هاي معداتها يعني الشركة تصنع هاذا الموضوع هاي المعدة هايدرال ام اس بي هزين نوع الثاني اللي هو الام اس بي وهاذا شكله ايضا هم بي مساعد يسمونه يسمونه هذا الوصف الحلقي طبعا ليش هو اسموه حلقي لان هو على شكل حلقة ده اه يعني يكون حول الانبوب بشكل حلقة مصمم او مصنع اصنع يعني ما مصنع وياه ضغط البئر ضغط تجويف البئر كمساعد في غلق الانيولار عندما يعني تغلق يمتهي تتحقق هاي من تغلق المانع الحلقي علي الامبوب بس الغالبية العظمى ما بهذا الموضوع اوكي هذا بالنسبة هذا بالنسبة ل موضوع صغير فالشيء يعني معلومه يعني نحاول نشرح التفاصيل حتى ما يعني ما يفوتك اي شيء ان شاء الله الحد هنا انتهي درسنا ونشوفكم ان شاء الله بموضوع اخر واللي ذكرت لكم ان شاء الله انيولار بروفينتر كلوزينك بروشير وعذروني انا اتأخر لانه صراحة ما عندي فتشيء الكتروني حتى قبل اه يعني اكتبه بسرعة فيحتاج هذه الكلمات انا اكتبها بيدي وارتبها فعذروني على التأخير اذا صار تأخير الحد هنا انتهي درسنا نشوفكم بخير ان شاء الله اشتركوا في القناة